تغييرات جديدة هذه المرة اتجهت صوب السواحل الشرقية هناك حيث حضر موت وسقطرة وشبوى بالاضافة الى تعينات في القيادة العسكرية التغييرات التي تضمنتها قرارات الرئيس هادي حملت طابعا سياسيا لا تخلو ابعاده من التحركات التي شهدتها الساحة الجنوبية مؤخرا اعفاء اعضاء بالمجلس الانتقالي من مناصبهم ليصبح عدد المحافظين المقالين ثلاثة ورابعهم عيدروس فيما استثني محافظ لحج عضو المجلس الانتقالي في الجنوب ناصر الخبجي لاسباب لم يكشف عنها قرارات الرئيس هادي شملت تعيين كل من اللواء فرج سالمين البحسن محافظا لحضر موت مع احتفاظه بمنصبه قائدا للمنطقة العسكرية الثانية وهو امر حمل ردود فعل متباينة حول دمج السلطة المدنية بالعسكرية كما تم تعيين علي بن راشد الحارث محافظا لمحافظة شبوة واحمد عبدالله علي السقطري محافظا لمحافظة ارخبيل سقطرة بالاضافة الى تعيينات العسكرية تضمن تعيين اللواء الركن صالح الزنداني نائبا لرئيس هيئة الاركان العامة واللواء الركن ناصر عبدالله ناصر ويس رئيسا لهيئة العمليات في القوات المسلحة قرارات في ظاهرها اعادة تشكيل القوى الموالية للشرعية وفي باطنها تحمل سمة العمل في المرحلة المقبلة والعمل مع شخصيات تحمل توافق جميع الاطراف المحلية والاقليمية بعيدا عن الاستقواء بالقوى الخارجية والقفز على سياج الدولة الى خارجها يرى المراقبون ان هذه التغييرات من شأنها اعادة ترتيب الاوراق ووضع الامون على نصابها واخضاع السلطة المحلية وقيادة هرمها لسلطة الحكومة الشرعية وانصال رسالة مفادها ان صاحب قرار التعيين هو محتكر قرار الاقالة والبقاء في المناصب التي هي جزء من الشرعية وليس فوقها ويبقى الاهم من كل ذلك هو الاجابة على التساؤلات المفضية لتواجد حقيقي وبناء على الارض للحكومة الشرعية وقدرتها على الخروج من عنق الزجاجة ومغادرة مربع البطالة والاداء السلبي اشتركوا في القناة